إذا استشهد واستهدفوا بالأمس أو قبل الأمس الرمز إسماعيل هانية واستهدفوا قبله السيد محسن قائد أركان المقاومة الإسلامية في لبنان الذي يعذد ويدعم ويساند بكل الجباهات جبهة غزة المحاصرة وللأسف الشديد يوصفون بأنها من طائفة شيعية ونحن في حركة البناء الوطني نوصفهم بأنهم هم من أهل الإسلام من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأين هي أمة السنة الذين يلومون الإخوة في الطائفة الشيعية في مناصرة إخوانهم السنة في غزة تحركوا أيها الحكام السنة لا أقول لكم تحركوا لنصرة غزة بل لا تتعامروا على غزة إذا كنتم أنتم تتعامروا في خندق واحد مع الصهاينة فمسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في طائفة أخرى يناصرون إخوانهم في غزة مسيحيون عربا يناصرون إخوانهم في غزة أحرار عالم في إمريكا اللاطينية غير مسلمين يناصرون إخوانهم في غزة أناس آخرين مسيحيين ولا دينيين في جنوب إفريقيا يناصرون إخوانهم في غزة ولم يستطع كثيرا من الحكام أن يتخلوا عن الطآمر عن القضية الفلسطينية إلا الاستثناء الذي تشهده الجزائر أو بعض الأنظمة العربية على قلتها وتتعرض هذه الأنظمة وهذه الدول للاستهداف وللمحاصرة وللكيد ولمحاولة المساس بالسيادة ولمحاولة الاستهداف ولمحاولة تفكيك النسيج المجتمع كما يحدث من التلغيم الذي يحدث حول الجزائر وآخرها الاستهداف التي قام به الاحتلال الفرنسي عندما أعطى الأرض الصحراوية الحرة إلى كيان غاصب مغربي يضع يده في يد الصهاينة لمقاتلة الشعب الصحراوي ويضع الكيان المغربي يده في يده الكيان الصهيوني الغاصب لمحاربة غزة وحصار غزة وتقتيل غزة زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر